استغلاناً للعطلة الشتوية يتوجه سيف الإسلام إلى واحات وقصور فركان القديمة من أجل حضور ورشة كيفية تعلم فن التصوير وصناعات المحتوى المنظمة من طرف جمعية هكتوبيديا أتيت اليوم لهذه الورشة لكي أتعلم فن الصورة قد تعلمت أشياء كثيرة ومنها تحديد الزاوية التي أريد الصورة منها وأريد من الله أن يوفقني في هذا المجل وهو أن أكون مصوراً كبيراً سيكون فيها تجمع من الشباب المهتمين بصناعة المحتوى إن شاء الله ستكون ورشة مفتوحة بخلفية هذه الدكورات للعطيقة الورشة ستوجه للشباب خصيصاً من أجل وجهة العالم عالم صناعة المحتوى وسيركز تحديداً على كل ما يتعلق بالمحتوى السياحي المصور الورشة موجهة خصيصاً للمهتمين بصناعة المحتوى في الصورة الفوتوغرافية كما ستكون هذه الورشة مفتوحة ومن خلالها يتعلم المشاركون التقاط الصور والفيديوهات بالكاميرا أنا جت اليوم من بلدية بيرل عاتر خصيصاً لزيارة بلدية فاركان في ظل حاملة ثقافية والمشاركة في ناشاط بخصة صور الفوتوغرافي وصناعة الأفلام والمحتوى نحن كسلطات محلية لبلدية فاركان نثمن هذه المبادرة وكل مبادرة في هذا السياق التي من شأنها أن تروج الموروذ السياحي والثقافي بمنطقتنا بلدية فاركان وتزدخر بالعديد من المناطق السياحية الهدف من هذه الورشة هو الارتقاء بفن الصورة الفوتوغرافية والترويج للسياحة المحلية في مدينة فاركان والتي تعتبر منطقة سياحية تمتاز بمناظر طبيعية خلابة ترجمة نانسي قنقر